اعلن الادعاء العام في محكمة الصلح في مدينة اشكلون انه ينوي تقديم لائحة اتهام ضد خمسة فتيان لتورطهم في جريمة اغتصاب جماعي لفتاة تبلغ السادس عشر من العمر في فندق البحر الاحمر بايلات ومن المتوقع ان تمدد الشرطة اعتقال المشتبه بهم لمدة خمسة ايام اضافية ويأتي تقديم بيان الادعاء عقب اعلان الشرطة يوم الخميس الماضي انهاء التحقيق في جريمة الاقتصاب الجماعي التي وقعت قبل اسبوعين وتحولت الى قضية رأي عام في البلاد يشار الى انه تم اعتقال سبعة عشر مشتبها بهم بينهم ثلاثة عشر قاصرا فيما اكدت الشرطة ان شهادة الفتاة بتعرضه للاقتصاب قد اثبتت نصداقيتها ووجدت ان لديها التعزيزات تؤكد وقوع الجريمة كما وكشف تحقيق اولي في الحادث عن وجود عدد كبير من المشتبه بهم وكان معظمهم مجهولي الهوية الا ان لقطات كاميرا الامن في الفندق التي تظهر حجدا بالقرب من الغرفة التي رتكبت فيها الجريمة دفعت المحقيقين الى تتبع الجدول الزمني في الفندق والوصول الى جميع المتورطين